اليوم سوف نقوم بوكيل الوردة الجميلة لا يوجد أسهل ولا أجمل من هذا ستستمتعون جداً وستعملونه وستعجبكم النتيجة جداً بعد ما تخلصوه تقدروا تعملوه وتضيفو لمسة فنية جميلة عندكم في البيت او تعملوه كبوكيه وتهدوه لحد تحبوه بجد بجد انا متأكدة ان هو هيعجبكو بعد ما تخلصوه يلا بينا نشوف هنعملوه ازاي وكمان في الفيديو هوريكو ازاي ممكن تحطوا جواه حلويات او شوكولاتة او اي حاجة بيفضلها الشخص اللي انتو هتهدوهولو اه فيلا بينا نشوف طريقتو متنسوش بقى تحطوا لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف ان شاء الله هنعمله ازاي مع بعض اول حاجة هنحتاجها هو ورق الكوريشة انا اخترت اللون الابيض واللون الاحمر اه وكمان معي هنا اساسي اللون الاخضر عشان هعمل بيه الفرع بتاع الوردة معي كمان هنا الاعواد الخشب دي هتلاقوها بتتباع عند محلات الادوات المنزلية في منها طبعا التخين وفي منها الرفيع التخين هعمل بيه الوردات اللي هي الكبيرة والرفيع هعمل بيه اللي هي الوردات الصغيرة وعايز اقول لكم ورق الكوريشة بتباع في المكتبات ومتوفر في كل المكتبات ان شاء الله هتلاقوه اول حاجة بجيب ورق الكوريشة بقصه بالطول 6 قطع اول 3 هيبقوا 13 في 3.5 ثاني ثلاثة اصغر شوية هيبقوا 10 في 3.5 بجيب اول قطعة اول حاجة بس انتوا تتأكدوا انهم مقصوص بالطول لان احنا عايزينه من الناحية اللي هي بتموت هتشوفوا دلوقتي ازاي الفكرة يعني فبابتدي اول قطعة كده اتنيها بالنص انا بس يا دوبك بس بحدد يعني مكانة تانية عشان بعد كده ان انا هبتدي ان انا ايه اول قطعة كده اول قطعة كده عشان خاطر اعمل بها اللي هي البتلة بتاعت الوردة او الورقة بتاعت الوردة نفسها فبابتدي ان انا اتنيها كده بالشكل ده وبعدين ارجع اتنيها تاني للنص اه زي ما انتم شايفين وابحاول امطها شوية لجوه كده وورقة الكوريشة اصلا بيمط فدا بيساعدنا جدا ان احنا يعني ناخد شكل الوردة نفسها فاهمين ازاي اتني الجزءين كده في النص طبعا انا مش هلزقهم دلوقتي وابتدي ان انا اوسع الوردة كده بحيث ان ايه التانية تتضبط معايا اهو زي ما انتو شايفين بقى شكلها حوالي كده يعني شكلها حلو جدا كل الورق بقى بعمله بنفس الطريقة ببتدي ان انا اتني وكشكش بنفس الطريقة يعني بصراحة ممتع جدا وانتو بتعملوه وانتوال نتيجة في الاخر بتخليك ايه ايه بهذا ايه ي بسهولة دي انا عملت كل ده فبجد جربوا والله هتنبستو جدا وانتو بتعملوه ببتدي اشتغل في التلاتة الصغيرين التلاتة الصغيرين دولة هيبقوا القلب بتاع الوردة والثلاتة الكبار هيبقوا الوردة من بره عايز اقوللكنتو ممكن تتخلوا عن الثلاتة صغيرين وتعملوالثلاتة المنبرة بس لكن الثلاتة الي نحن هنعملوه من جوه دول سيجعل الوردة مليئة نفسها لكن لو عملتها بثلاثة فروة ستكون ضعيفة الوردة ورق الكوريشة الأخضر وقص بالطور مثل شرايت وبدأ ألفه على العصايا الخشب وبدأ ألزق مع كل لفة وبدأ قطعة شمع لتأكد أن أسابت معي ثم أجيب قطعة من ورق الكوريشة وبدأ أكشكشها لكي أعمل بها قلب الوردة كل شغالينا بلزق الشمع وبدأ كل خطوة ألزق بلزق الشمع كما قلت لكم هلزق أول شيء الثلاثة الصغيرين يبقوا قلب الوردة ليس سيبانوا خالص ولكن كما قلت لكم هم بيدوا فوليوم للوردة أو بيدوها نفشة للوردة وتبقى حلوة والوردة شكلها أحلى بكثير ببتدي ألزقهم على بعض كده بحيث أن الوردة مقفلة على بعضها بتدي منظر حلو جدا بحيث أن هذه هي طريقة الوردة الصغيرة الوردة البيضة عملتها بنفس الطريقة يعني عملتها بمقاسات الأحجام الصغيرة اللي هما الثلاثة اللي قصناهم عشرة في ثلاثة ونص دول اللي بنعمل بهم الوردة الصغيرة لكن لو هنعمل الوردة الكبيرة بنكمل بقى بنحط الثلاثة اللي قصناهم 13 في ثلاثة ونص وطبعا لو هتعملوا كذا وردة بتبتدوا تقصوا كل الأحجام وبعدين بتبتدوا بقى أنتوا تشتغلوا عليهم وتشغلوا مسدس مرة واحدة وتلزقوا كل الوردات مع بعض والمسدس شغل بالمرة هنا قصيت فرعين باللون الأخضر على شكل بيضوي شوية ومسلس من فوق وبتدي ألزقها كده بالشكل ده شايفين بقى الرئة والجمال مفيش أحلى من كده هاستنى رأيكو في التعليقات واتنسوش تحطوا لايك الفيديو لو لسا محطتوش لايك ببتدي هنا أقص فروح خضرة بعد دبقتي هعمل معاكم البوكي وهوريكم طريقته عملتها كيف طريقته برضو سهلة جدا جدا بعد ما قصيت الفروح الخضرة ببتدي ألفها كده على العصايا المعيه دي عشان أعملها كده تكون من الأولئة كده شايفين اهو هي هاتبان شوية في البوكي اهو زي ما انتو شايفين عملت منها كده واحدة عشان استخدامها في البوكي تدي له داي منظر كده ببتدي أقيس حجم الوردة او طول الوردة على الورق اللي معيه ورق الكوريشة الأبيض وببتدي ان انا اعمل كده البوكي او مقاس البوكي ببتدي هنا أكشكش الاطراف بتاعت الورق الكوريشة بجد النقطة دي بتفرق جدا في منظر البوكي في الآخر طبعا بعملها من فوق ومن تحت اهو زي ما انتو شايفين ما بتوصلوش للآخر طبعا عشان ما تتقطعش من نجو بس هتبان معاكو دلوقتي مع التصوير هتشوفوا يعني شكلها في الآخر بقاعمل ازاي هنا بردو قطع كده قصتها بالطول وببتدي ان انا اكشكش هكده في نص الورقة اللي انا قصتها بتاعت البوكي بكشكش هكده وببتدي اقلزق كل شغلينا طبعا بمصدس الشمع زي ما قلت لكم في اول الفيديو بيساعد جدا معنا في ان احنا نثبت الشغل بتاعنا شوفت بقا القطع اللي احنا لفناها على العصيون الخشف في الاول اهي زي ما انتو شايفين كده اه اه ادت منظر حلو جدا جدا انا هستنى رأيكو يعني بصوا انا بجد نفسي اعرف رأيكو جدا في التعليقات هستنى تعليقاتكو تشجعكو اه 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 بتفرق معي جدا جدا فما تبخلوش عليا لو حتى بتعليق صغير بعدين بجيب كده زي سلك او خيط وابتدي ان انا اه اجمع الوردات مع بعض ويعني وربطهم مع بعض جبت برضو قطعة تانية كده بابتدي اكشكشها برضو بنفس الطريقة وحطها على البوكيه من فوق عشان برضو ادريلي لحتى اللي في النص كده في البوكيه متخيلين بقى ان بشوية ورق كوريشة ومصدس الشمع وكده وحاجات يعني خفيفة تقدروا تعملوا الجمال ده كله فاكتبوا لي رأيكو تحت في التعليقات هاستنى تعليقاتكو واقولوا لي برضو لو عملتوه هدية هتهدول مين يعني انا حابة جدا نعرف لو انتو عملتوه دية هتهدول مين وعلى فكرة لو حسبتو تكلفتو بالنسبة لان هو اللي بيتباع برا هتلاقوا انه تكلفتو اقلب كتير جدا الخامات بتاعتو اقلب كتير جدا من اللي بيتباع برا لان برا بيتباع يعني البكيهات دي بتتباع بمبالغ يعني فاهيبقى حلو جدا لو عملتوه بقى ديكو هنا بقى قفلت البكيه كنت صراحة محتورة بقى في الوان استتامي يعني كان عندي الدهبي والابيض والاحمر هو في الاخر انا اخترت الدهبي بس كنت حاسة ان الاحمر هيبقى حلو جدا معي فاه اخترت الدهبي ليه بقى عشان انا كنت هحطه جواه يعني شوية حلويات كده فحاسيت ان هو ايه يعني تغيير او كسري لللون كده فاقلوا لي بقى كان اختيار موفق مني ولا كان الاحمر هيبقى احلى هستنى برضو تعليقاتكم وتقول لي انه الاحلى ببتدي كده اربطها في يوم كعادية جدا خالص وبعدين ببتدي احط في الحلويات ممكن تتخدموا عسيون الخشب وتبتدوا ان انتو تثبتوا عليها الشوكولاتة اللي انتو هتجيبوها او الحلويات وتبتدوا ان انتو تحطوها مبين الورد او ممكن تحطوهم كده زي ما انا بوريكوا في الفيديو وتلزقوهم بشوية شمع بسيط جدا وهذا كان الفيديو النهاردة لا تنسوش تعملو له مشاركة كثير وتعملو له لايك واستنى رأيكم في التعليقات واستنوني فيديوهات تانية حلوة كثير وسلام عليكم